أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الصينية في المجالات التي تسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة ولخلق المزيد من فرص العمل وتقديم قيمة مضافة للاقتصاد جاء ذلك خلال قيام الوزير بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء بوضع حجر الأساس للمرحلة الثانية لمجمع هاير الصناعي بالعاشر من رمضان وقال الوزير أن شركة هاير إلكتريك إيجيبت تعد أول شركة صينية تحصل على الرخصة الذهبية مشيرا إلى أن الشركة تقوم حاليا بالتوسع في استثماراتها بقيمة تبلغ 40 مليون دولار اشتركوا في القناة